يمكن انه يخرج على الدولة بهذا الشكل هو الاحساس بالظلم الاحساس بالقهر مشان هيك انا دايما اؤكد على مسألة العدالة الاجتماعية يعني نكون كلنا مثل بعض كلنا تحت القانون ما فيش ناس فوق القانون وناس تحت القانون ما فيش انه هذا والله ابن مسؤول بمسمح له يتجاوز شارط المرور هذا لا لازم نكتبه لما بيكون في عدالة اجتماعية ما فيش مشكلة ما فيش احساس بالظلم حتى في ظل الفقر ما بيعود فيش احساس بالظلم لكن لما بيكون مثلا باي بلد عربي على فكرة عم بيحكي لما بيكون فيه استاذ جامعة عم يستنى على الرصيف عم يستنى سيارة ميكرو باس توصله للجامعة ها وبنفس الشارع طالب من طلابه بيبرؤ بسيارة مرسيدس صار احساس بالظلم فورا احساس بالقهر كمان من الاستاذ ضد هذا الطالب عشان كده هاسمها عدالة اجتماعية يعني هنا نعم نعم ورد فكرة الطبقية والاحساس بالظلم الاجتماعي بالتأكيد يا عمري هلأ يعني لما بتشوف ببلد عربي مثلا وهذا موجود للأسف في كل البلاد العربية لما بتشوف انه والله بفترين فيه فسطان لسيدة ثمنه ثلاثة الاف دولار وبنفس الشارع اللي فيه هذا المكان فيه شاب غاطس فيه حاوية نفايات عم يبحث عن شي يبيعه ليأكل هذا التناقض اللي بتغيب فيه العدالة الاجتماعية بيخليك تقول انه هذا النوم للمجتمع هذا آيل الى الزوال طيب استاذ ضد هنا كنت بكلم هدك عن يعني لم تتحدث عن استبداد السلطة او فساد السلطة في العالم العربي ثورات الربيع العربي ايضا كانت ضد الاستبداد والفساد هلأ انا ما بحق ليه احكي عن ثورات في العالم العربي ممكن احكي عن بلدي عن سوريا اه نيح اذا شفت مسرحية كاسك يا بطن وما تلاها وما قبلها بتقول لا فيه حرية حتى كانوا يسألونا لما نعرض كاسك يا بطن في اي بلد عربي يسألونا فعلا انتم عرضتم هذا العمل في دمشق من اللي طبعا فإذا فيه حرية فيه حرية الرأي فيه فيه تعاطي مع هذا الموضوع على فكرة اه يعني لأحكي عن بلدي بسوريا يمكن كما مصر التعليم من الابتدائي لتخلص جامعة مجانة السكر مدعوم والرز مدعوم والمزوت مدعوم هلأ قول لا فيه ضرف خاص مع بعضها مدعوم باعتبار هالأزمة اللي عم تعيشها البلد أما تقول لي بسوريا ما فيه حرية لا كان فيه حرية وفيه حرية كلام متل ما شفت بكاسك يا وطن ولا بالحدود ولا بغربة ولا بكل هذه الأعمال نقول ما نشاء واكن ضمن حدود الأدب بالتعبير يعني مش تجي انت تشتم مسؤول أو تشتم نظام لا انت بتشتم أغلاط السلطة مشان هيك عندي اعتراض على مسألة استزوائل انه لما بتجي بتقول الشعب يريد إسقاط النظام هذا خطر خطر جدا خطر خطر نعم إسقاط السلطة بس مش النظام إذا إسقاط النظام نهارت الدولة كلها مشان هيك مثلا في مصر لا سمح الله لو انهار النظام يعني انهار الجيش معه انهارت الشرطة لو إسقاط الدولة يعني آه يعني إسقاط النظام هو سقطة الدولة يعني كل ياتنا سقطنا آه إنما إسقاط سلطة الحكم يجب أن يكون شعارك يبقى في تفريق لأنه لأنه النظام هو معناه ضد الفوضى النظام هو ضد الفوضى الجيش هو الذي يؤمن النظام الشرطة الأمن حتى المخابرات يا سيدي ما كنت يعني أنا مش كتير صحاب أنا وياهم لكن آه كلين أنا عندي تعبير بهذا الموضوع أنه أنا ما بخاف غير من الله والمخابرات باش فسقوط هذه المؤسسات يعني سقوط الدولة يعني سقوط كل هذه المؤسسات لكن احنا منطالب بإسقاط السلطة الفاسدة نعم طيب دا يخليني